في رد مقتضب أنهت وزارة الصحة في العراق الجدل بشأن دخول دواء هندي قاتل للأطفال إلى البلاد ولخصت الأمر بأن الدواء غير مسجل بشكل رسمي لديها وتداوله يعد مخالفة للقانون دواء كولد أوت الذي أوجزت الوزارة الحديث عنه يحتوي على مواد سامة خطيرة تهدد حياة الأطفال يكون هذه المادة أكثر من 1 ميلي جرام لكل كيلو من جسم الإنسان هذه اللي تبدي بها سمية هذه المادة إذا كان ولابد حقيقة بهذه الجرعات فهذا الموضوع خطير جدا طيوم لفي دخول هذا الدواء الخطير بهذه البساطة لا يستقيم مع الحقائق والوقائع التي أشارت إليها مصادر مطلعة من بينها وكالة بلومبرغ التي أكدت أن دواء كولد أوت الهندي يباع في صيدليات العراق معتبرة أن هذا الاكتشاف يعد الأحدث في سلسلة من الاكتشافات المثيرة للقلق حول الأدوية ذات المكونات السمية التي يستخدمها الأطفال في جميع أنحاء العالم بلومبرغ تؤكد أنه في شهر أذار الماضي تم شراء قارورة من دواء كولد أوت من إحدى صيدليات بغداد وعند فحصها في مختبر فاليسور الأمريكي تبين أنها تحتوي على 2.1% من مادة جلايكول الإثيلين القاتلة للبشر والتي سبق أن تسببت بحالات وفاة جماعية لأطفال في جامبيا وأزباكستان العام الماضي نتائج الفحص عرضت على السلطات الحكومية في العراق فكان الرد كما ذكر في البداية مقتضبا موجزا خاليا من المسؤولية والحرص على حياة الأطفال العراقيين الفساد في قطاع الأدوية ليس حدثا عابرا في العراق فلقد سبق لصحيفة أنها ذكرت أن الأدوية المهربة تسيطر على 70% من السوق العراقية مسلطة الضوء على الأدوية المغشوشة وعمليات البيع بدون رخصة إضافة إلى حدوث حالات تسمم بين متعاطي هذه العقاقير ولا غرابة من ذلك عندما يكون القطاع الطبي والصحي محطا للتجارة المالية وتتدخل فيه ميليشيات وأحزاب لا تلقي بالا لحياة المواطنين